هيكون أكبر سوق في مصر على مساحة معرفش كام خمس ميزة فدان ولا إيه حاجة كده اللي هو كل احتياجاتك تبقى موجودة اللي هو كل أسواق مصر ده هيبقى رقم واحد عندك بيعملوه عايز أقول لحضراتكم هذا الرجل النهاردة العقيد بهاء الغنام تسمح شرح تفاصيل دقة بسم الله ما شاء الله مفيش يعني عايز أقول إيه تركيز شديد القاعة من أول ما بدأ قاعد يتكلم حوالي أربعين دقيقة تقريبا بيشرح في أربعين دقيقة عايز أقول لحضراتكم الجميع يستمع والسيد الرئيس لم يقاطع العقيد بهاء الغنام سابي الراجل يتكلم ويشرح لأنه هنا موضوع أنت النهاردة عامل عامل الصوامع بتاعت التخزين موجودة النهاردة ما كانتش موجودة دي من سنتين أنا كنت هناك من سنتين ما كانتش موجودة اتعملت اتعملت في خلال سنة تقريبا اتعملت صوامع عشان تاخد نص مليون تاني طن تخزين الصوامع دي انتو عارفين دا معناه ايه؟ ايه التكاليف اللي هنا ايه الانفاق اللي هنا شوفوا العوايد اللي جاي لنا من هذا المشروع هقول لكم حاجة بسيطة عشان تعرفوا حكاية الإدارة والحكمة ويمكن اول مرة قولها شايفين يا جماعة حجم العمالة اللي موجود العقيد بهاء النهاردة بيتكلم على عمالة خلال تلات سنين اللي جاية هنوصل لحوالي اتنين مليون عامل في مشروعات مستقبل مصر الزراعية المشروعات الهائلة بيتكلم على خلي بالك عشان تودي مية هناك شوفوا بقى المية عايز اقول لحضراتكم لا استخدام المية وطبعا بيستخدموا احدث معدات الحصاد والزراعة والبطاطس والتجميع وزي ما انت شايف كده دي احدث معدات اللي هي موجودة بقى في روسيا وموجودة في الدول المتقدمة موجودة في لان انت مش هتشغل على قديمه لا هنا فيه فكر جديد وفيه شغل جديد ورؤية جديدة هنا القطاع الخاص موجود وانا النهاردة شفت مجموعة من المستثمرين اللي موجودين في مستقبل مصر بيقولولي على هذا المشروع وبيكلموني على العقيد بهاء الغنام على تعامله وعلى ادارته وعلى المشروع ده من بدايته وصلنا لزي النهاردة احنا بنتكلم يا جماعة الرئيس النهاردة بيتكلم على اربعة ونص مليون فدان داخلين منهم اتنين مليون فدان خلال سنة السنة اللي جاية يدخل عندنا الخدمة اتنين مليون فدان وبنتكلم المشروع ده هيوصل الاربعة ونص مليون فدان نتكلم على نقلة للبلد نقلة في تنمية الزراعية نقلة لنخلي بالك ده معناها ايه معناها احتياجات السوق السوق المحلي ثم التصدير وفي بعض الأنواع يتم زراعتها حالين للتصدير مباشرة ما أنت محتاج عندك إنفاق كبير وعايز زولارات وعايز لأنه هنا في إنفاق كبير جدا في المشروع لازم يجيب العائد بتاعه يجيب العائد ويحقق أرباح كمان ويحقق مكاسب واللي فوق كل ده تشغيل العمالة بتتكلم على 2 مليون فرصة عمل في خلال 3-4 سنين اللي جايين 3 سنين اللي جايين يحققوا يشتغلوا في هذا المشروع اللي بدأ بـ 20 ألف ولا بـ 18 ألف يوصل للـ 2 مليون المشروع ده لما بدأ وروحنا مع السيدة الرئيس أول ما بدأ المشروع ده كان يدوب يعني مش هنا شوية لكن النهار ده لا 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 النهار ده ما دقيتني خالص مش هنا بالعربيات بتمشي بالعربيات ساعة عشان توصل لنقطة من النقاط بالساعة وكل الساعة إيه على مرمى البصر وانت باصص كده يمين وشمال زراعات زراعات متنوعة كل شيء كل ما تتخيله موجود عايز أقول له حضراتكم طابور طابور الشاحنات اللي كانت وقفة على جانبي الطرق مش طريق الطرق طابور طويل شاحنات مليانة محملة بالبطاطس وطبعا الغلال ومحملة بالأم يعني كل خيرات الله بسم الله ما شاء الله اللي جاهز بقى والبنجر اللي رايح مصانع السكر لأنه عندنا مشكلة في السكر فهنا هذا المشروع داخل شغال على زراعة أيضا البنجر بواديه على طول قدامك اهو بيروح على طول المصانع شايفين حضراتكم كل حاجة الدرة شغالين عليها الصوية شغالين عليها كل ده اللي بقولك ده مزروع وبيتزرع عندك صوب زراعية بسم الله ما شاء الله شوف مشروع زي اللي هون واتباحهم دلوقتي تتابع الجهاز الجهاز ده عايزة الله حضراتكم على أعلى مستوى من الكفاءة الكفاءة جاي النهاردة بتتكلم على عندك حوالي صوب زراعية بتتكلم على كام قلب فدان صوب زراعية عايزين نوصل لي اكتفاء أو نقترب من اكتفاء من القمح وغيره من الزراعات المختلفة عندك تحدي كبير جدا خاص بالمية ولكن شوفوا موضوع المية ازاي ان انت النهاردة قدرت توفر توفر المية لهذا المشروع الضخم توفير المية مش بالسهل ده حكاية قصة تانية احنا عادة انه الجاي من الجنوب الى الشمال انت بتعمل المية دلوقتي عكسي جايبها من الشمال للجنوب فتخيل محتاجة قديه ماكينات رفع وطلمبات ومحتاجة انفاق قديه وتعمل بقى شأت ترع قديه عشان توصل المية ثم المية اللي جايه من المحطة واتمنى تبقى محطة المستقبل سيد الرئيس النهاردة قال ما تغيروا اسمها بدل الحمام يعني تبقى محطة المستقبل تبقى محطة الدلتا نختار اسماء كده يعني كويسة يعني فسيد الرئيس انه ما تشوفه اسم تاني عندك اسماء كثيرة مستقبل محطة المستقبل مثلا محطة الدلتا مثلا مثلاً باعتبار مشروع مستقبل مصر أو الدلتة باعتبار الدلتة الجديدة فمنتكلم على حجم عمل وانت موجود النهاردة وكل ما فيش حدك وانا عزوك حتى كل الناس كانت موجودة كل حتى فيهم طلبة ولادنا من جامعة اسكندرية موجودين النهاردة عدد كبير جداً كانوا موجودين والواحد اتشرف انه شافهم النهاردة وسلمت على مجموعة كبيرة منهم تشوف النهاردة البلد عملت ايه؟ تشوف المشروع ده تتكلم عليه بتتكلم على صوامع الصوامع دي موجودة في تشكا كمان اتعامل صوامع في تشكا والقام الجاية السيد الرئيس قال عندنا زيارة للتشكا القام الجاية لأنه عندك في تشكا كمان زارع هناك حوالي سبعمائمائة تمنمائة ألف فدان كمان كمان في تشكا غير ده به البلد انفاق الكبير ده رايح فين؟ تبقى فرحان تبقى فرحان فرحان والسعيد ببلدك والسعيد بولاد مصر سعيد بالرجالة اللي شغالة سعيد بحجم العمل والإنجاز اللي شغال سعيد بحجم الإنتاج اللي بيتم سعيد إنه عندنا شباب هذا الرجل ما قلوكه العقيد بهاء الغنام شاب ولكن الشاب إدارة هذا المشروع العملاق إزاي؟ الأفكار اللي عنده الشركات اللي عنده كم شركة بتشتغل؟ العمالة اللي موجودة عز أقول لها حضراتكم حاجة كنت أعزي أكلمكم عنها من شوية أول مرة أتكلم عليكم